تاني ولسا مكملين معاكم فقراتنا في سبعة في سبعة على شاشة تايم سبويتس ودلوقتي هنروح معاكم لفقرة التوف سيكرت واللي خلالها بنقوليكم كل يوم خبر حصري مش هتلوف اي مكان تاني غير عندنا هنا في سبعة في سبعة الخبر بقى بتاعنا النهاردة عن مفاوضات النادي الاهلي ورمضان صبحي مسؤولين النادي الاهلي طبعا فورتها دلوقتي وده بسبب مغالاة نادي هيدرسفيل تاون الانجليزي المادية واللي طلبوها عشان رمضان صبحي يكمل مع الفريق سواء عن طريق تجديد الاعارة او حتى البيع النهائي لكن في مشكلة جمدة جدا ما بين النادي الاهلي وبين النادي الانجليزي ولسا لغاية دلوقتي ما وصلوش لصيغة التفاق وده طبعا اللي خلل مسؤولين النادي الاهلي يفكره بجديا هم يدوروا على بديل مناسب لرمضان صبحي والبديل اللي بقى المناسب ده بالنسبة للمسؤولين النادي الاهلي هو نجم منتخب زمبابوي خامة بليات واللي ظهر طبعا بمثلوة اكتر من رائع خلال مباراة مصر وزمبابوي واللي اتلعبت يام الجمعة اللي فاتت النادي الاهلي جزت كده نفض اللاعب عن طريق بعض الوكلة وعارفوا ان اللاعب ما عندوش اي مانع ان هو ينتقل للنادي الاهلي وان هو كمان عايز يرحل عن فريق كايزر تشيبس الجنوب افريقي واللي بيلعب لي دلوقتي بليات كمان قال الوكلاء ان هو عايز يلعب في الدوري المصري واللي شايفه ان هو الافضل في قارة افريقيا وان هو فعلا بيكون بوابة للاحتراف في اوروبا بليات كمان في حالة التعاقد معاه بالنسبة للنادي الاهلي مش هيكلف خزينة النادي الاهلي كتير زي طبعا استمرار رمضان صبحي اللي كان هيكلف خزينة النادي الاهلي مبالغ طبعا اكبر بكتير بعد ما نادي هايز فيو تاون الانجليزي طلب حوالي 8 مليون جنيه استرلين عشان يستغنوا عن خدمات رمضان صبحي وده اكيد خلى عدد كبير من جمهور النادي الاهلي يوفقوا برضو على رحي رمضان صبحي خصوصا ان هو بالنسبة لهم موصلش للمستوى اللي كانت الجماهير مستنية وبقى طبعا بليات دلوقتي هو هدف رئيسي ومهم جدا النادي الاهلي خلال صفقات الانتقالات الصيفية